رائدتنا النهاردة هي صفية بنت حيي بن اخطب وهي من بني اسرائيل من نسل هارون بن عمران بن يعقوب بن اسحاق بن ابراهيم عليه السلام وكانت السيدة الصفية رضي الله عنها سيدة بني قريضة والنظير وكانت فتاة جميلة جدا شريفة عاقلة ذات حسب ودين كانت من يهود خيبر وابوها حيي بن اخطب سيدهم المطاع فعاشت مع والدها في نعيم ورغط لكنها كانت دايما حسة ان النعيم الحقيقي هو نعيم القلب ولما كبرت وكان اشراف قومها عايزين يتجوزوا منها وقتها اتجوزها سلام ابن ابي الحقيق وخلفت منه كنان ابن ابي الحقيق وكان من شعراء اليهود امها برة بنت اسموآل وهي اخت الصحابي رفاعة بن اسموآل وهي من امهات المؤمنين واتجوزت الرسول صلى الله عليه وسلم كان عندها وقتها سبعتاشر سنة سبعتاشر سنة دا يا بنات في الوقت دا زمان في جزيرة العرب كان سن مناسب جدا جدا للزواج لدرجة ان قبل ما يتزوجها الرسول صلى الله عليه وسلم كانت اتجوزت مرتين الاولى من سلام ابن ابي الحقيق مستمرتش معاه وبعد كده اتجوزت كنان ابن الربيع طبعا الزواج في ذلك الوقت المبكر لم يكن من العيب بشيء دا كان من شيم الجزيرة كلها وتزوجها الرسول بعد زيجتيها الاولانيين ها حد عايز يسأل سؤال قبل ما نكمل الحكاية انا عندي سؤال يا جد اتفضلي يا صفي هي سيدة صفية هي وابيها كانوا من اليهود سؤال جميل ووجيه اجوبك عليه كان والدها من اليهود الي تأمروا على الرسول صلى الله عليه وسلم وبعدها لما المسلمين حربوا اليهود انتصر المسلمين على اليهود في غزوة خيبر وكانت السيدة صفية رضي الله عنها من بين الاسرة ففي راجل جهل جهل الرسول صلى الله عليه وسلم من الصحابة وقال له ان صفية لا تصح الا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فهي كريمة من سيدات قومها فالرسول صلى الله عليه وسلم اخذها وخيرها ما بين الاسلام او بقائها على دينها وبعد كده عتقها وردها القومها فشرح الله صدرها للاسلام واختارت انها تبقى مع النبي عليه الصلاة والسلام فوضع عليها الحجاب وبعد كده مشيوا مع المسلمين وقبل ما يمشوا جلس النبي مع السيدة صفية وقال لها كل حاجة حلت بالمسلمين من اذى اليهود وكمان عرفها افعال قومها بيهم علشان يبعد عنها الهم وحزنها على ابيها وزوجها واخوها وقومها وطبعا ما كانش عايز يتجوزها وهي في قلبها حاجة من ما حدث من قتلهم في غزوة خيبر وما تجوزهاش الا بعد انقضاء عدتها اه ها حدعايز يعرف حاجة تانية حايزا اعرف ايه حصل بعد كده بقية جده اقولك يا ماري انا هجاوبك على السؤال ده بس بعد الفاصل يلا نروح للفاصل يلا بينا يلا بينا ازاي سجرت وزاي ادرت تحفر في تاريخنا وتعلم تحفر في تاريخنا وتعلم وبعد ما مشت السيدة صخية مع رسول الله في طريق العودة للمدينة المنورة لما كانوا على بعد ست أميال من خيبر فأراد النبي أن يتم الزواج بها لكن رفضت فما حاولش يفرض عليها الأم وسبها وفضل يحسن معاملتها لحد بعد ستاشر ميل من خيبر طبعا الأميال دي أولاد وقتها كانت بتاخد وقت كبير في الماشي والتحال ما كانش فيه الوسائل المرفاهة اللي موجودة اليومين دون بعدها وبعد وقت مر طبعا هي كانت في المكان اللي كان فيه الغزوة لما قربوا شوية عرض عليها الأمر تاني مراد وفقه فلما سألها النبي صلى الله عليه وسلم رفضت في الأول لي ووفقت دلوقتي فألت له يا رسول الله خشيت عليك قرب اليهود ففرح الرسول صلى الله عليه وسلم وأكرامها على موقفها وخفها عليه تخيلوا يا أولاد كانت خايفة تقبل الزواج لا يركن الرسول صلى الله عليه وسلم للراحة كانت خايفة عليه من اليهود لأنهم كانوا على بعد وقت قليل من مكان اليهود لكن لما بيعدهم بقوا على بعد ستاشر ميل قابلت بالزواج على فكرة يا بنات في بعض الكتب اليهودية قالت إن الرسول تزوج بالسيدة ماريا القبطية والسيدة صفية اليهودية وهم على دينهم وكل الدعايات دي غير صحيحة الدعاءات غير صحيحة فلم يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم صفية إلا بعد أن أعلنت إسلامها وبعد أن أعتقها فهو لم يتزوجها وهي يهودية ولا وهي أمة بل كانت زوجة له وأعطاها مهرا وكان مهرها عتقها وصنع لها وليمة وعرس يعني أعتقها يعني بقت حرة عارفين كمان يا بنات السيدة صفية رضي الله عنها قالت إن هي حلمت قبل كده إنها شافت كأن أمر وقع في حجرها فزوجها اليهود ضربها على وشها لما أخبرته بما رأته وقال لها أنت نفسك تتجوزي مالك ياثرب يقصد النبي صلى الله عليه وسلم وكانت فعلا رؤية صادقة وتزوجت النبي صلى الله عليه وسلم وكان من حكم زواج نبي الله بالسيدة صفية هو التأكيد على إن الإسلام بيحفظ للإنسان مكانته وما بينتقصش منه بالعكس بيزدها واللي كان شريف عزيز قبل إسلامه بيزداد شرفه بالإسلام وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم حليما بالسيدة صفية وكان محب ومكرم ليها فكانت صفية شديدة الحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم وعاشت السيدة صفية بعد وفاة رسول الله حياه زاهدة متمسكة بسناته ومنهاجه وفي خلافة أمير المؤمنين كانت السيدة صفية رضي الله عنها على قدر كبير من الدين والجود والورع وكان أمير المؤمنين سيدنا عمر بيكرم السيدة صفية لأنه على علم بحب رسول الله صلى الله عليه وسلم لها واهتمامه بها وبيأكد على كده إنها لما ذهبت لرسول الله صلى الله عليه وسلم لتزوره وهو معتاكف في المسجد في العشر الأواخر من رمضان فتحدثت معه ساعة بعد العشاء وقامت فقام معها حتى أوصلها لبيتها السيدة صفية توفت في زمن خلافة سيدنا معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه في شهر رمضان سنة خمسين للهجرة النبوية ودوفنت بالبقيع فرحم الله السيدة صفية بنت حيي ورضي عنها وأرضاها ترجمة نانسي قنقر